موسيقى أهلاً وسهلاً بكم في حصة كريتيكا لهذا العدد كريتيكا التي تستطيف لكم في هذا الأسبوع سي منصور بوداود سي محمد بوداود اللي كان مدير التمويل والتسليح في الجهة الغربية أثناء ثورة التحرير أهلاً وسهلاً بك سيدي وشكراً على قبول هذه الاستضافة للكلام على كتابكم هذا الذي صدر منذ أيام لزار مدولا ليبرتي إذن حصة كريتيكا سنخصصها كلية للكلام عن هذا الكتاب عن هذه المسيرة الطويلة جداً من تورقة في بلاد القبائل لغاية المغرب لغاية العاصمة موروراً بالعاصمة موروراً بأوروبا للكلام على قضية مهمة وهي قضية تسليح وشراء الأسلحة وتموين داخل الولايات بالسلاح إذن أهلاً وسهلاً بك سي بوداود الله يبرك سي بوداود ربما أول السؤال هو متعلق بطفولتك بتورقة بمنطقة القبائل أنت من موليد العشرينيات زانيفام العشرينيات في تورقة وتكلمت في الكتاب هذا حول العائلة حول الوالد حول الإخوة أنت من عائلة ثورية أكثر من أخ أنت الأخ الكبير هو عمر بوداود المعروف اللي كان في فدرالية جبهة التحرير بفرنسا هل يمكن أن تكلمنا على هذه لماذا منطقة القبائل كانت بهذه الحيوية وهذه القوة وهذا الحضور على مستوى الحركة الوطنية قبل ابتداء من حزب الشعب PPMTLD والوس هي في الحقيقة أنا هذا كوني خرجت من المسيط وشفنا الفلاق اللي كاين والضغط اللي كانوا حطينوه فرنساويين المؤمرين على الشعب الجزائري كانوا عندنا الزوج فرنساوي قرواها يعني كي تشوفهم كيفاش عايشين وكيفاش قايمين بيهم وكذا وحنا مساكننا ما كناش كما قال لاخر يعني من زي عرب الوليدي كنا كنت صير ونشوف العليقة اللي ما بين اللي يقرأوا معنا يعني فرق كبير ونما رحضت لغير حرب العالمية الثانية حرب العالمية الثانية شفنا كيفاش الشعب تعتبر كان ما كانش ربي طيبو حتى انبعاد باش جابوا لهم شو ربي طيبو وعطي للمؤمر ما عندنا عندو زويل هاشك يعطي لهم شهير ويعطي لهم يعني كنا صغر كنا مش معقول مش معقول إذن سرعة بينار حلوطنية في عام آخر ثلاثة واربعين أو ثلاثة واربعين جاءنا وحد السيد من نمت زاير جاء هو اللول اللي دخل حزب الشعب الجزائري في ناحية الدلس مقلية سيدي داود وديك زير جاء حين هذا كنا نقول شنا من المسيط هذا أول اتصال مع الحركة الوطنية منظمة أول اتصال جاء دارنا واحد استهدار يعني فهمنا وشنو هو حزب الشعب الجزائري وهنا عقل حاجة واحدة قال أنا بقت لليوم في في رسي حكم بوطنة زال موعدة باش تتكلم عن واحدة التع الشعب كسر واحدة قال لك وشوفوا واحدة نكسرها تكسر ثلاثة ثم بعد شئت البوطنة قال بالصح البوطنة هذي من جمش نكسرها هذا هو المثال اللي أعطينا على الشعب خدمنا معاهم بعد صغار قال ماذا بيكون تصلوا بالنس اللي كان أخوي عمر هو اللي كان نسؤول لنا ثم وهو المسؤول تاو كان هذا محمد زروالي أعلم نخدمنا مع البيبئي احت محمد زروالي اللي وضعت الصورة تاو هنا في الكتاب موجود الصورة تاو في الكتاب هذا محمد زروالي الله يرحمه برحمة الله إذن أخدمنا هكذا ومن بعد عمر حكموه في الـ 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 قائمة عمر موجودة القائمة موجودة كلهم لما جاءت لميني سيتا من سن كارنتيس أخرج أخرج نتحد سنوية يعني كنا خاوة ولي كنا ديمليطان كنت تحت المسؤوليت تاو قال لي شوف قال لي أنا الدولي وما زال يجد الدولي أنت غرح للجزائر أنا خبي الدوك حتى أنت بغل كيف في استغربان جيت للجزائر جيت للجزائر كملت هنا في العالم ها سيبو داود ربما قبل قبل ما تلوصل للجزائر أنا مع السلاح والأسلحة تقول باللي جي كم سي اتجد بمب مع 45 مع هذا اللورد وكيف أن في منطقة القبيل طالبين منكم أن تقوموا بعمليات عسكرية في البداية لكنها لم تتحقق وانت صنعت هذة البتت بمب سيبو بمب وما يسموهم الكوكتيل مولطوب كوكتيل مولطوب كوكتيل مولطوب قرع جبنا القرع عند المناظي الكامل قال شوفوا يوال عنده قرع تعل سجاج يجب من من واحد المتين وعلموني كان واحد يقول بمب براهم العربي هو ما متقدمت شي تدلس كان في جيش الفرنسا يعلمني أنا باش ناخد كوكتيل مولطوب درنا لكوكتيل مولطوب وجدنا عهم إنه كنت باش زعمك يقوموا بالثورة لفنت روامي من نفسه كارونسان 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 كي فنالما سنب مرشي كانت العملية باش تبدأ الثناش تعليل جوه الربع الخمسة تالع عشر يجي جا كونتر 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 ما عربنا شعرش جا كونتر من هذي قلت لك حني ذاك رجال عندنا زوج كونتر كونتر ما فالليل شهذا إذن ذاك القراء كامل مولطا كنا خبينا هم في حي المكان ومن بعد قلنا فرغ نهم كامل لكي لم يفقوش الفرنسيس لم يفقوش بهم لم يفقوش لم يفقوش إذن غادرت لأن فيه تحرش تعال الجيش الفرنسي والشرطة الفرنسية العائلة مع الأخلي سوجين المجموعة كلها اللي كنت تشتغل معهم دخلوا في السجن غادرت تورغ ومنطقة القبيل وتوجهت العاصمة والقصبة بالضبط وين كانت بداية عمل سياسي آخر جديد عليك إنه ذاك الوقت كانوا داروا الامتال دي الامتال دي يعني الفرنسيس قبلوا نظام كما هذا يعني كان بالنسبة لهم يعني متواضع ما تشيك إمام الصالي اللي يطلب استقلال التهم حنا في ذاك الوقت الحدن اللي هنا إشمعت التحمد اللي عرفتوا أنا في الـ 45 قبلوا غير ما تدخلوا الامتال دي مريحوا انتم ما بإلك نحتاجوكم في الـ 46 تكون المنظمة السرية نظرت في المنظمة هنا ويش معها من اللولين اللي بدأ في السبعة وربعين فلوس منظمة السرية ويأخذ منها فلوس وكذا ولاني كانوا في ذاك الوقت هذاك يعني متحمسين الشباب والمسؤولين قال يعني باشي يوجدون للثورة بعد السبعة وربعين آخر السبعة وربعين قال لك حبس العمل تالوس وحصلت الأزمة تال الكريس بيربيريست كريس بيربيريست ما أخذينا موقف موقف بتاعنا هي نكون نظام باش نكسوف لعدو هذا ما كان سيبو داود انت عندما تدخل القصبة التاقيت كثير من الناس القيادات اللي كانت تعالي الولاية الثالثة تعالي الولاية الرابعة تعالي في درالية تحرير ما بعد في فرارسة تعرفت على أي تحمد تعرفت كنت في نفس الحيب وكنت عندك مقهى تقول كومبارازار اسمه كافي دولا لبيرتي في باب الواد وكان عندك عمل مع الحرفيين هذا مع اللي بتي زارتيزا الخدمين اللي كانوا عندك في القهوة كنت تخدم معهم وبعد اكتشفت بأنهم كانوا كلهم يشتغلوا مع النظام كانوا يخدموا مع النظام وكانوا شبه نوات من بعد هي اللي شاركت في الثورة وسوجين منهم لسوجين ولقتل قتل تحكي على الجو تعباب الواد وتع العاصمة عندما جيت منطقة القبيل قصبة كنت تدرنا قصبة القهوة في القصبة تماما مع وحد بن عمي كبير عليها شوية ومن بعد عم من بعد خرجت من هذه قهواتها وخضيت النصف على القهوة الكافيض اللي برته في باب الواد وكانوا جوتم وعمر كريم عمر حداد كونتان يامور باركون تيوماس ربحوا حجاج لور قيوي هذو وكانوا روش رشيد جون قرون تسنك مقبضهم شعلا كل حال كانوا يجيوا القهوة هذه حقيقتين أولدت MPC وكانوا يجوا في المساكن وفرجوا في النهار بشي ميكا وكذا حتى أنا إنه ذاك لوقت احنا القهوة شرين على ولني للليسونس باش تباع القهوة باسمو واحد آخر باسم واحد اللي كان في جيش الفرنساوي كانوا أحلق بإليه يقولوا هو من في جاية يقولوا له في جاوي كرينا علي باشمو ووحد النهار كنا مع العشية هكذا نجي هذا جماعة رزقية اللي كان جاب يقول لك دخل النظام في تورغا يعرف باللي جماعة يجي وكنت ماذا كنا ريت حمد عمر حدد هذا ونور قيو في ثلاثة روشارش جاب قلت عن دوبالكم هم اندسانت اندسانت جاب الشيخ رجو كنتم هم ملاحقين خبيت أنا زوج كان الباب ما بين ما بين اللي كان تعالقور درتهم تمام وهاية تحمد كان صندوق طعا الصقور اللي ندير في الصقور الفوق وطلع تمام درتهم ولي حقول نبوليس طعف 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 بوليس كذا حلت الباب قبل ما نحل الباب نشوف الصباط يتحمد التحت رحت ترفض الصباط درتهم تحت الكونطور دخلوا غير دخلوا قالوا لي وراهو قلوا مشكون قالوا لي هذا كنتباس اللي رون طب أربعة طباس فور تعشيو هم قلت له ذو كل خدامة كي كمنا تعشينا وراحو فالبس وما صاب ولا بوليس قال لك الواحد راح كي ولا ولا كافر علينا كيف هاش يجوكم لهم المنفيين وما تقول شو فيه عرفت باللي يقلقون شفت شريكي هذا كذلك حتى هو كان مناظر كبير يقول له محمد بواصم شفت قلت لأ ودي شوف صبنا الشاري بسرعة بسرعة هات ذك الهب صب شاري غلقوها ما غلقوها لأنه هذك اللي شرعها منهم سيبو داود رك في المغرب الآن وأول اتصال مع قيادة جمهة التحرير في المغرب على رأسها بوظيا في الثعاليبي علي هارول اللي كانت محامي ثم وكيف بدأ هما كان سمعوا بأنك تقوم بعمل لجمع الأسلحة لصالح جيش التحرير في الداخل أول مرة تتصل أول مرة أتصل السماحة ركي لذلك ما قال لك أنت وش ركي تدير هنا حكيت له مرة وكذلك وعمران وكذلك فقال لك إما أننا تريح معنا هنا وعمراً أننا نتبرصي معنا وأوراك يعني تقعد معنا حتى حكذا كان الحل كانت معهم نبدأ في الأول نبدأ أنه ليموا في سلاح عند الجزائريين كانوا ينتم هاتي سبيكتر دي بوليس المغرب كلمستقل واتصلنا الكثرة مع جيش التحرير المغربي جيش التحرير قالوا كاودي إحنا السلاح عندنا ولأننا ما نشم التقنين باستقلال هذا لرغم أوادونا به ووادو به المالك بس حولكم نسقلنا نحن نقوم وفعلاً لما سقلوا أعطاونا مراكيس وإندنا تدريب للناس اللي كانوا في جيش الفرنساوي وإدوهم للمغرب في ثورتهم فرنساوي إدوهم للمغرب ولين الكثرة منهم هربوا جيش الفرنساوي ودخلوا مع جيش المغربي أولاً كلفني بوديا فكان لهذا الناس هذو اللي رغم في جيش المغربي ماذا بيكم كلموهم وتعودوا تدربهم على جال المغربة كانوا يصالوا وهكذا احنا هكذا أفهم زكي ما هذه هكذا كان الحال فعلاً واحد الضابط تتعجيش تحرير المغربي يقولون له بالميلودي أعطنا فرمة اللي كان ننحوها لهذا القايد ودرنا تتمل مركزة تعناه وندر ببلاد الفنود وقدو ونبعثهم لأولئة الخمسة اللي كانت ما كانش ولئيا كانت ناحية منطقة كانت منطقة ومنطقة هذيك اللي نبعثوها اللي نبعثوها يكون نبعثوها من لطف يارب يرحموه ليرب تسوه اللي صرتوه معك هنا يا فا نعم دائما نبعثوه لتما كي خلص ما بقاوش الجوند يجوه كذول وخيرا ليه ولينا أنا درنا طموبيلات اللي رحوا لسبانيا يشيريو شوية سلاح تما مع محمد يوسفي ومع الجماعة لمما يحصل للمواقع محلو أنها ومع المانورة ومعهم دورة 班ات ومعهم لوهدا وعامران هو المدير للرمامون انا اخر سبعة وخمسين كنت رحت القاهرة وعلى شرحت القاهرة انه كانت واحد البخيرة كانو شروها المغربة تعله اكسبلوزيف لما انحق الاستقلال تصرب بصيمو محمد بودياف قالوا لو ادي احنا شرية البخيرة ما نحتاجوهاش لا ما نحتاجوهاش تحبو تخلصوها و اديوها عايق لي بودياف هذا واحد كان مسؤولا لي يقولولو الدكتور قلنيش هو من مغني يكن تاندو كلينيك والتحق بالجيش اغرق لكلينيك وتلحق بالجيش رحنا مع السيدة رهم صورتما في الكتاب هذاك يقولولو هو من جيش تحرير المغربي فنظم السري تحوم يقولولو ميشيل الاسمتاهو ميشيل ولان هو الاسمتاهو الحقيقة راتما محمد الحريزي محمد الحريزي هو اللي تصل بودياف هو اللي دانورنا البخيرة في اسبانيا ودخلناها سبعين طون شديد كيلومترات كوردون بيك فار ودى ديسين دمبوليات تالى دوتوناتر ايه قلت لك يقولو عمران هو المدير مكلف بالتسليح مكلف بالتسليح والتمويل عايت لي قللي بشيط القاهيرات فهمنات ما على كل شيء قللي هوت فولي للمروق قلتو مراش قللي وعليه قلتو لان تلت تعطيني لورد ميسا مراش وراجب لي ورقة ميساسية واللمسانية انا داكر هنا هنا انا كنا وقالي واحد المشكلة مواحدة المسؤول جابو جديد ايه تحكي عليه هنا ايه تحكي عليه مع لي ناش انتفهمت معه كذا وقلنا نخدمو تسيبو داود دقوله هنا في صفحة 54 بالقضية تسليح وخاصة الله شي مينمون تعلق السلاح داخل الجزائر وشكولي يشيريش سلاح شكولي ينظموه ينظموا وشكون بدأت سراعات بين بوسوف وبومدين اللي كانوا حابوا يسيطروا على عملية جمع الأسلحة وشحنها بدأت سراعات سياسية بين الأشخاص من يسيطر على عملية شيراء الأسلحة وشحنها إلى الجزائر لا لا ما كان حتى مشغل بنتهم شوف باش مسائل يكون واضحية حنا لا لوجيستيك مسؤوليتنا هي السلاح اللي تشرا والله اللي يدخل المغرب اللي حقوه لهم تحبس العملية تم فصلاً مقبل هذا الشي مع اتفاق مع بوسوف وبومدين كيما لدي اللي دخلنا هم بعثنا هم كانوا الكميوتي مازالي يدخلوه وغرجون من الجزائر بعثنا لهم عشر طون دخلوها وربما القمبولة اللي كانوا ترتقوا في ذاك الوغد بارك ملا شديت هذيك زدنا دخلنا باب وراء اسمه كاميو آخر الحقل تم الراجل ما اصابش لمن المده انهو الكميو اللي اول كان استقبلو بن خده بن خده مع خرج كان خرج خرج هو و بن خده خرج هو و وكريم اذن ما اصابش لمن عمل لي تيريفون كان تيريفون كان تيريفون مشي ما بينه بين المغرب تكلم لك على الدلع قال لك يدل قلت له ايه قال لي الدلع ما تبعش قلت له رجع به رجع به حقيقة ومن بعد كملنا مع عمران عام من بعد تغيرت تكون الجوبرنمو كيف دلو الجوبرنمو محمود شريف هو اللي اعتقلو للدبرتموند دلعمو دلعمو يخدمنا معه مدة ولاني المشكل اللي كان وقاع كانوا خمبلونا بساف البابورات البابورات فرنسا كانت متستدر المتوسط في الأبيضي تيراني كانت مرقبا كانت ما كانش اذن ولاني الشي اللي اكتشفناه وهو الدبرتموند تا لارماموند تا محمود شريف كانوا الفرنساويين داروا واحد بما يخدم معه وهذا نجي بنقول اسمه هو كوارا أناكي باش شكينا به خطرة رجال السلح نتعال لغروناد وشي هذا كامل يعني الحقيقة اللي هي دعمتنا مليح هي الولايات الخمسة بوصوف و بمدين سنه من بعد كي جوا الخرين كانوا ديش مشات الأمور يعني الولايات اللي كانت تتمون لابدرهم ولا بالمتاريال ولا كان سبو داود الروح فاصل ونرجعون بعد لإتمام المناقشة خاصة حول الانتقال من جمع الأسلحة من شراء الأسلحة إلى مرحلة أخرى وهي صناعة السلاح نعم إذن فاصل فاصل ونعود إذن نعود لتمام النقاش مع سبو داود منصور حول جمع الأسلحة حول شراء الأسلحة في المغرب في أوروبا وحول الصعوبات اللي وجدوها خاصة بعد حصار المتوسط تقريبا لامارين فرنسيز البحرية الفرنسية والجيش الفرنسي كان يحب يسيطر على المتوسط حتى ما تمر حتى باخرات على أسلحة كيف حاولتوا تتغلبوا على هذه الصعوبات الجديدة بالنسبة لكم لحنا حقيقة إننا حين القوة أنا كانت فكرية خطرة جمع عشر وستة على السيتار كبار من الألمان باتهم البلغاري البلغاري داروا دي كممارتين وهم رمسلاح في أخمسالف قطعهم أبين ميترائيات في زي مترائيار مترائيز وخمسلين دخنهم بأسن لفوسفات تالي مغلوب لوفيس دي فوسفات لوفيس دي فوسفات المرساة تعذر البيضاء اللي كان مسؤول عليها كوماندان فرنسي ولي نتفق نحنا مع أجمع تاريف وصفات غريل لحق البابور اللي كاميوت توحيهم يكونوا التمى إذن ما فقوش بها خلاص هذيك سلكت البابور اللي دخلنا من إسبانيا تالي مغلوب هم يتكلمون على الشيء اللي قبضونا كذلك بسا كان شيء اللي مغلوب لهم إذن من هذه نحية هذه وكنا دلنا طموبيلات كاموفلي وكذا يدخنون شوية سلح موسفانيا دخنوا شوية من للمان وخطرها هني عاقل كانوا بعثوا لدي كولي من للمان دلنا شبه سوسيتي تعم بوريكسبور ديكارتو معمرين بالسلاح بحسندوق في بريكسيل سابو السلاح هم فيزيتاشي انه هم مبادح لنا انتبهوا الفرنسي ايه ايه جورنو طالب بيرجيكو فرنسا وقال قلي قاطو رجان من فوق قاطو مصابو ما يديرو يديرو قاطو واي دير حاجة قل سانترانسفورمية ونرم دو غير ايذن لكل حال في ذاك الوقت السلاح اللي كنا نصيبوه كان يدخل لجزائر انهم مثلا للموريس ما تكون شو كذا من بعد السلاح لما بدأوا لنهجو ساسو لما تكون الحكومة مؤقتة مؤقتة والله والسلاح يجي سيرتو ملينان سوفيتي كيف باب اتحاد سوفيتي من دول العربية مصر العربية دول العربية سيرتو للشرق حدود الشرقية حدود الشرقية ايذن يعني المشكل كان لكي يدخل الداخل ما كان مشكل ايه مشكل عياو بارود باطا يومساكن لماتوا بالحدد انه بدأت رأي سيتي هذك للموريس هشي عجب هل يتونيك للموند بذاك الوقت هذك ايذن خلق شوية علاقة ما بين الصحاب الداخل وصحاب الخارج ايه هذا هو سيبود داود انت في الكتاب هذا تقول كلمة تقول بلابود الاعتراف بالمساعدات اللي وجدوها من الشعب المغربي ومن الملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني قلت بأنه كانت مساعدات كبيرة للثورة الجزائرية هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذا الاشكال تاعة المساعدة تاعة الشعب المغربي الشعب المغربي اللولى في العيد الكبير كل جلوده تاعة الكباش لمهم كامل من الشعب يبقى ويعطيوناها دراهم للجبهة هذا من ناحية الشعب من ناحية الماليك والمولوك يعني يقول السلاح كي يجي لحنا من الخارج يجي ينزل في دار البيضاء الكل يستقبلوه مغربة ويجيش الملكي يجيش الملكي ويستقبلوه يخبيوه عندهم ومن بعد عيطونا نحنا نديوه هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني حسن الثاني نقل لك شوفو احنا نعطوكم السلاح وعطونا السلاح ومبروح قل لك بسه ما نحبوش كارتوشة واحدة تحبيبها في بلدنا تنديوه نروح ديراك تدخلوه ولا تدخلوه ومبروح وحكذا كالحال أنا خطرها وما زال أقل عليها جابنا قال لي شوف نهار فلا إنه بوصوف يقضل المسؤولية تعال رممو ورابيته مع الجنرال قدمني الحسن قدمني للسافير روسيا قدمني السافير يوسلابيا السافير بلغاريا قال له كل ما يساقص سلاح ولا كذا سيموسور سيموسور من ناحية المغربة يعني في الحقيقة ما نجي مش ننكره ما نقدرش ننكره هذا مش ننكره بلك الناس اللي ما لا بلو بش يقول لك هذا رأي بلغ أنا ما بلغ شأنه هذا عشتها أنت كم مسؤول أنا عشتها وبش نزيت حاجة أنا ما كتبش كتب على الثورة الجزائية كتبت الكتب على الشي اللي شفته شاهدتك 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 في ميدان تسليح في الجهة الغربية الغربية هذا هو سيموسور ننتقل إلى مرحلة مهمة أخرى من مرحلة جمع السلاح شراء السلاح نقل السلاح من أوروبا إلى المغرب إلى الجزائر إلى مرحلة أخرى هي صناعة الأسلحة في المغرب صناعة الأسلحة في الحقيقة بدأت بدأت في أخر ستة وخمسين وكانوا واحد التلميذ وكانوا واحد زوج يخدموا في الفوندري المغرب الجزائريين خدموا صناعوا قنبلة صناعوا قنبلة جابوا عليه قالوا لي وعلا شوفوا وشنا نجمو لخدمه هذا لدي تانى للبوصوف وبومدين نقال الكلمة خدموا هذه يسمي على قرارة انجليز نعطوك موديل تسمي الأقرارة الأمريكان اللي هي أحسن من الأخرى ينجمو يخدموها فعلا ديت هذه القنبلة اللي أعطوني حلوها للأولاد شافوا قالوا نخدمها وفعلا هذه مآخر ستة وخمسين وهي الأقرارة في الحقيقة ما سنشرنا وقدرتوا اكتفاذاتي ووتو سوفيزانس من الأقرارة ووتو سوفيزانس في مخص الأقرارة بعد قل لك لما خدموا لقرارة شوفوا خدمونا مترايات عطوني موديل بوصوف وبمدين اللي هي في يدي قالوا يشوفوا اللي نجمو يخدمونا هذي اسميوه لبايم كارونت ديت هالجماعة واللي نتلقينا مشكل ما كان حلتي الجزاريك ياخذون مسألة السلاح إذن تصلت أنا بالفيدر فرنسا ها فرنسا هم عندهم امتصالات مع هذي الحزاب ترنسورو واتستر قلت لهم شوفونا وكيش بتصيبونا ديت تكنيسة ليساعدونا ليساعدونا فعلا صابوا هذي يريغو واسميو لكاتر لكاتر ترنسورو مع بابلو مع بابلو مع رابتيس مع رابتيس مع بابلو بعضونا ديت تكنيسة وكذا وفعلا كونوا برودتود وكذا خدمنا البرنامج اشتعنا في ذاك الوقت 12000 متريات 50000 شارجور كل متريات بخمسة شارجورات نجحنا بـ 100% والجزائريين وحدهم يخدموا بلا ذوك لا 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 كل حق استقلال كنا بعثنا 5000 متريات لأكوماندومان دي فرانتيار لولاية الخمسة و5000 قطر بياد تشينج وهذا شي كل اللي بقى في استقلال شارجينا بابر كومبلي نجابوه الوهر هشكون اللي اخذ السلاح هذا سيتي الكولوني العثم اللي كل هو بمدين وبمدين باستلام السلاح هذا نعم بالسلاح بالبيرو دي تود كل شي جال لكيب تكنيك هذو لكيب تكنيك لا رحوا يقرأوا قلت لا احنا مع أبوصوف قبل عرفنا مخيرا في هذو اللي باش نبعت ههو لا يقص تكنيك مع السلطة الأسترابية مساء الدين باش يزيدو تكون وتما على السلح آخر وصولته على الكارتوش نعم خيرنا 80 واحد وابعتناهم وانا العملية ما ما تمتش ما تمتش انه في ذاك الوقت هذاك الهوكومة اللي كانت في ذاك يقول لهم ما نحب واحد يجيدي يخدم السلح اللي يحب يخدم مسألة سيفية الصحة أو يقول لهم مساكر من تم باب لأنه احنا كنا مع أبوصوف قال صباة الباس للانديشتري للرمامون الانديبوندنس ما نشوف كيف سيبود نروح نشوف الرابورتاج القصير هذا حول استقبال الجزائريين والجزائريات للكتابات حول مختلف ونعود للنقاش فيما بعد شكرا المذكرات نوع من الكتيبات سيطرت خلال السنوات الأخيرة على رفوف المكتبات واهتمامات القراء هي جزء من الذاكرة أرفقها كتابها بأسطن غامضة صعبت التمييز بين الخطأ والصواب في نظر القارئ وجعلته في حيرة من أمره كل وعد كشي حاكي ستننسل تطوط لربوليسوال جريا طورة الجزرية تمقصت في كل تمقصت في الأساس المذكرة لا يوجد هنا عندنا أساس سيكل باس والإنسان الذي قراءات يفكر بين وبين وهنا تكون مناقشة الرجل المناسب في المكان المناسب فعند فراغ المتابع للشأن من قراءة المذكرة تتراء له مشاهد بطولية لتضحيات لن تتكرر لكن التفاصيل والتواريخ قل ما تدون رغم دراية القارئ باستحالة ركوب القطار دون دفع ثمن التذكير المذكرة المذكرة تتراء حقائق تتراء حقائق ولو في سبيل المثال يكون يعني كما قل احنا غلطات كما قلت لك أنا نظن الإنسان يكتب مذكرة يذكر الحقائق والتجار ولكن كلها يهدر على نفسه نفسه يهدر عليها ناس أخرين التاريخ هو اللي يهدر عليها هي الحق نسبيا ولكن ناقص يعني شلي رأي الحقهم ناقص هجران بعض الأبطال القدامى سكوتهم والإفراج عن شهادات تتعلق بوزارة التسليح والاتصالات العامة التي تعرف بين الناس باسم المالك صنفها بعض المطالعين في خانة تصفية الحسابات واعتبرها بعضهم حساسة في حين استبشر بها قطاع آخر يتكون من الباحثين عن الحقيقة يجب أن كل هذه تتعلم لتحدث عن المالك مع كل السرينية لأنه في الوقت يتعلم هذا يتعلم هذا يتعلم في اليوم يقول لك ما داروا اشتورا كان حسابات بينهم ويتطورا كان وخدموها الشباب سرتو هادو أصحاب المالك كانوا في المدرسة ورحوا من المدرسة والمدرسة والمدرسة وجود اختلالات وشوائب في بعض المدكرات وشهادات المدونة تستدعي الحذر عند المطالعة لكنها لا تنقص من قيمة المدكرات التي تبقى سندا للمؤرخين والباحثين عن حقيقة ما جرى إذن نعود بعد مشاهدة هذا الرابورتاج ربما سيمسور هذا السؤال اللي ممكن نطرحه عليك كيفش تستقبلوا الناس اللي كانوا معك في الثورة اللي كانوا معك في القسم هذا تاعة التسليح والتمويل المجاهدين كيفش تستقبلوا المذكرة تاعك المذكرة في الحقيقة مش مع الناس اللي قرأوا يعني قالوا لي بارك الله بك هذه هي الحقيقة إنه مشاهدين في العامل شهود شهود إنه إحنا كنت تغذي كل شيء اللي عمر بجد تأخذ قرار وحدك لأن كل قرار لازم يكون اجتماع وفرحان بالصحوة واش قال لي اليوم في البلاد قال لي يا سيمسور أنا قريت الكتاب بتاعك قال لي اليوم اللي عرفت بلدي توج تطورات اللولة اللي عشتها والثانية اللي كتبت كتبت إنه يعني اللونغاش دي بابل الحقيقة عادة تنسيب الصور للجماعة تاع المالك والجماعة تاع تسليح والجماعة اللي كانوا في عمل عمل سري أنتم ما كنتوا في عمل سري عادة ما يخرجوش للعلانية ما يكتبوش أنت كتبت كنت من القلاء اللي كتبوه إيه وليني أنا كتبت كتبت نهار اللي شفت رحيقري بالروح قلت قلت نقليه تموانياج وهني مسترح من اللي كتبت الكتب هذا الحمد والله ركمرية إنه دائما قبل ما نرقود من خمم نكتب ما نكتبش ما يور كبير ما اليوم الحمد والله كتبت هذه الشهادة اللي بقية كيما قلت لك مقبيل ما هني شي نقول باللي هني نكتب التاريخ للجزائر إلا زيادة على المساعدات على كترين الانترنسيونال هذو اللي يبعثوكم ويساعدوكم في بناء هذه الصناعة على السلاح هناك المساعدات من الدول الأجنبية الأخرى الاتحاد السوفيتي الصين كيبة هنا نكتبت هنا فيما يخص كيبة تقول بأنهم ما كانوا يعرفو ما يعرفوش العقلية تعجيل الجيش التحرير وبعثوكم أشياء غريبة لكم مساعدة إنه تحليل تاعي ما يظهر لي يعني تحليل الشهر باشي يبعثونا الروم الروم ايه الروم حنا ما جيش تحنا ما تحتي يشرب الروم بشرح يكفر ولا لاني نبعثوكم السيغار السيغار يا أخصر الشيناوال الشيناوال بابور التاعي اللاجئين وحتى ولو ما يكلوش الروز ما الشيناوال فين بالروز اللاجئين ايه ما شموال فين ما شموال فين اوي ايه والتاي والقماش للنساء للرفيجية يعني اشي ربما لابد من التحديد بأن هذه المساعدة الكوبية انتو ما قيضتوها دلتو الترك ترك مع المغربة مع المغربة وشيتو أشياء وحدة أخرى تحتاجها الثورة سيبو داود في الكتاب التأكين شي مهم فيما يخص عبار رمضان عندما لاحظت أنت في القاهرة في تولس غياب عبار رمضان واتصلت مع كريم الله يرحمه وتكلمت معه حول الغياب هذا ذكرتو انت في المذكيرات تاعك ايه قلتها ونعود هذا أنا صبت في القاهرة في اخر اخر سبعة وخمسة وكنت شف تلتمان عارفة جماعة كبيرة وكبيرة وكبيرة في الكونسير في الريبوليسيا في السينير في العرب من بكري يعني نعرفهم ولاني عبار ما كانش ما كانش ما كانش تمام لما أخذ ديبرتمان تلاربا وامران قال لي تدخل تولي للمروق ودينما تدخل على ترابلس وتونس ومن تم اندخل قال لي وش نديروش تولي باش اشوف كي باش رام منظمين يعني في الحدود الشرقية باش عنا كذلك نديرو كما هما قال لي رو انا باش نسوغل على هذا الجلاب كانت من شخصية شخصية مهمة اه ماشي ماشي اه لحقت ل ترابلس صبت ما عمر حدد هذا اللي قلت لك كونداني مور صنقار الثث يعرف من لحابل قلت لي هذو شهور مش بناش شهور مابانش 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 لحقت لتونس رح صبت سيعة للتعالبي هو سعال للتعالبي كان صاحب عبان قروها كذلك مابان قلت لقل لي وديها مابانش هش حال هذي مابانش هذي مابانش هذي مابانش هذي مابانش هذي مابانش إنه كان دخلني الشي قلت بالك بعثه ميسي أو لسار للشين أو لك هذي رح تشوف كريم هذا رحمه فالدبرتموندو لغير هو كان مرتريس عليها قلت له يا بالقاسم ماذا بي نشوف كنان هني راح وضو للبغرب ماذا بي يشوف قبل للي لمو شهن لبسان بقليك طموبيل عال ثنة شتعة الليل وحد ما كان كنا نشرب وفيها خوطها قل لي بقليك طموبيل تجيبك وما ذا بي واحد ما يشوفك صح رحت أنا كريت تاكسي ورحت لبت الماء صبت الشوف وراء لحداش ورص كنا شوف ورط الماء رح نالعند قول بار ولاني أنا كنت مقلق تسالي منها اللو لا قلت له كيفاش كيفاش كريم تقتلوه كيفاش في الأخر وصين يا رب خلاص يعني ما بقى شهبه ما بقى شهبه أنا كنت نسنع يقول لي هنا بحثنا هلاشي قال يقتلنا هو قال يقتلنا وانا شعرت عيطلع لا إله الله محمد رسوله المثار التعنا والله وتوصل للفرنسيس بقتل قلت له قلت له من عيطل وانا جيت رايح فعلي ندخل لنا للمر قلت له قلت له ما تصاب الفيدرالي وقلت له ما تدعب منه ومات قلت له في المذكرات هذي 71 قلت له لو ما قبلتش أنت يقتل ما يقتله للآخرين قلت له ما كان حتى وعد كان يمس شعره من الرسول وكما ذي جدت موافقة تعال موافقة ثم ما أسعب قال يقتلناه وكان يولي زيتون قلوه وتبقى الله يرحمهم كلهم يرحمهم كلهم على كل هل ماتوا كامل على الجزائر ماتوا كلهم في ظروفهم سيبو داود ربما كلمة أخيرة حول الكتاب حول الاستقبال تعه حول مذكرات قلت لي بأنك مذكرات هذه ستترجم إلى العربية ستصدر نسخة عربية للكتاب هذا المذكرات تعك نعم عن قريب عن قريب على حسب جماعة قالوا لي أنه 15 يوم سيكون حاضر في السوق في آخر حساسي مدود كالعادة لدينا مجموعة من الكتب يعني الكتاب هذا تعك حول التسليح لم يكن الأول فيه كتب أخرى سابقة صادرت حول هذا الموضوع تعالمال والتسليح وزارة التسليح ودور المخابرات من بينها هذا الكتاب لعبد الرحمن بروان سافار سافار مدعو سافار وزوري جين دو مالك هذا صادر عن دار البرزخ منذ سنة والكتاب ترجمة الحاج عبد الرحمن بن روان المالك القصة الكاملة صادر عن دار عن لاناب عن الشركة الوطنية اللي نشر والإشهار فيه كتب أخرى حول الرجل القوي في المالك اللي هو سي بوسوف عبد الحبيض بوسوف هذا الكتاب كذلك صادر فيه كتب نسمية معقولة حول بوسوف الآن نعرفه الدور التاعه الأدوار اللي لعبها حضوره قوته الكتاب صادر عن لاناب ثاني ديسيا لاناب منذ مدة قصيرة وهو من تأليف شريف عبد الدين هناك كتاب آخر لارم دي ترسبيسيا تيموانياج عبد القادر بوزيد بوزيد المعروف أبو الفتح أبو الفتح هذا كان معك في المغرب كان معنا وإننا كان كل وزن ما بينهما تسليح وترسبيسيا هو كان في ترسبيسيا صادر كذلك عن دار الزهاري الأبتر حول ترسبيسيا فيه كتاب هذا بلغاري اللي كان ساعدكم أنتم في الفترة تاكم باش يحولوا السلاح وينقلكم السلاح في باخرة بلغارية باخرة بلغارية هو صادر عن بمناسبة ذكرى الخمسين لثورة التحرير الاستقلال عن وزارة الثقافة والكتاب هو فاسيل فالتشانوف كابتان أولونك هو لفريزان سكراد دار يتكلم على عملية تسليم الأسلحة هناك كتاب كذلك صادر في المدة الأخيرة بالنغة العربية صادر قبل عندها مدة سنة باللغة الفرنسية اللي هو محمد خلفاوي الاستعلام رهان حرب سامتة عن دار سأرى بالضبط الدار عن دار سأرى كتاب آخر حول رجل مهم في الثورة في الميدان تاعد تسليح والميدان تاعد المخابرات مسعود زقار اللي هو كتاب ليكونوا كلاست ألجيريا مسعود زقار لفريطة بالإسلحة دوراشيد كازا عن دار القصبة صادر كذلك منذ مدة قصيرة ويتكلم على بسيرة الرجل دوره في حرب التحرير دوره في ميدان السلاح في التسليح وأخيرا الكتاب هذا اللي يتم ونياش دورب الزويش اللي هو عبد المجيد معلم يتكلم على عملية التسليح والترسميسيو خاصة الترسميسيو لكن ماشي في المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية وهو صادر عن لاناب كذلك صادر في المدة الأخيرة إذن فيه كتب كثيرة صادرت حول هذه المؤسسة السرية اللي قامت بعمل سري لمدة طويلة واللي فيها كلام كثير حولها حول رجالها كي ينقاش حتى المدة الأخيرة حول دور المخابرات دور الأجهزة السرية في التاريخ السياسي للجزائر اللي استبر مهم شكرا جزيلا سيمانسور بداود على قبولك الدعوة شكرا على هذه الجلسة حول كتابك نتمنى أن يصدر الكتاب بالعربية في مدة قريبة ونستضيفك مرة ثانية للكلام عن النسخة العربية وشكرا تفضل هذا الناس اللي كتبوا كامل أنا نشكرهم بزاف نشكرهم بزاف إنه كما قلت على الكتاب التائب اللي ما تحنل لنا نكون لسوا دونالجاري التاريخ ولني الشرشر للزيستوريا يغلبلوا هذا الشي قبل ويخرجوا الحقيقة الحقيقة الحقيقية حتى يتصلح الجزائرين مع تاريخهم نعم ومع رجالهم نعم شكرا جزيلا سيد بداود شكرا جزيلا على ديزي على سبحانه مرحبا